السلام عليكم وبركاته وأهلا وسهلا بكم وكل سنة وانتو طيبين بمناسبة العام الجديد والنهاردة هنشوف التحدي الأخير في سنة 22 من تحديات Power Query واللي هنشوف الإجابة بتاعته أو الحل بتاعه في السنة الجديدة إن شاء الله تعالوا مع بعض بسرعة نشوف التحدي على الإكسل عندي جدول في العروض اللي جاية لي من ثلاث موردين على ستة من المنتجات وموجود في الجدول الأسعار اللي جاية من كل مورد على كل منتج المطلوب إني باستخدام Power Query أستخرج أقل سعر من كل برودكت بحيث أن أنا أقدر أعرف مين المورد اللي هاخد منه أقل سعر لكل منتج مش بس كده كمان أجيب اسم المورد اللي اداني أقل سعر يعني مثلا برودكت وان أقل سعر عندي 7.9 وده فعلا المهم برايس وكمان أجيب اسم الفندر اللي جاب السعر ده وهو في الحالة دي فندر رقم واحد ونفس الكلام بالنسبة لبقية المنتجات مش كده وبس لو جالي كمان عروض جديدة من موردين جداد وزودتهم على الجدول وروحت عملت رايت كليك ورفراش هيحصل update الجدول هتمدد ويحصل update ويبدأ يديني الأسعار أقل سعر بعد التحديث وكمان اسم المورد بعد التحديث وطبعا نفس الكلام لو زودت منتجات جديدة مجرد أنا أعمل copy و paste تحت الجدول وأعمل refresh الجدول يتمدد ويحسب لي كمان الموردين الجداد والأسعار الجديدة ويجيب لي برضو أقل سعر أعتقد أن التحدي مش صعب قوي أتمنى يكون ظريف حاجة تساين نفسك بيها وقت الأجازات وطبعا لو وصلت للحل هتبعات لي على الإيميل اللي هيزرع الشاشة للوقتي حالا وحتستنى الحل بتاعي إن شاء الله الأسبوع القادم أو في السنة الجديدة كل سنة طيبين وطبعا كالعادة هرد على كل الناس اللي بعتت لي حلول ولو عملت حل مظبوط أو حتى وصلت الجزء من الحل هتلاقي اسمك موجود في نهاية الفيديو بتاع الحل في السنة الجديدة أو في الإسبوع الجاي إن شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته